اشتركوا في القناة 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 سرعات في الحتة دي محتاج لعيبة تعرف تدور الكرة بشكل كويس محتاج انك تدخل من بداية الشوط التاني زي ما دخلت الماتش اللي فات عشان تقدر تدخل الجيم احنا مهم بالنسبة لنا ان ندور على هدف الاول مش مش التعادل كمان انت دور على هدف الاول مجيش في الجهر لأ ما هو الفاكرة ان انت ما يخش فيك هدف اساسا يعني لكن خد بالك انت الادوار بتاعة الثلاثة بتاع الميت فلدرز بالنسبة لك الدفاعية غير موجود على الاطلاق انا بشوفهم الاثنين لقدام وحمد فاتح الواحدة انت تلعب اثنين متفل درود غير طريقة اللعب ممكن يباليك يعني شكل هجومي افضل شوت تاني شاء الله كابتن اسامة اخطاء الشوت الاول تتحلل ازاي الشوت تاني اولا شوت خارج التوقعات تماما بدون لعب بدون روح كنا بنقول حتى لو كرة مش مشة معك لازم نروح تبقى اقوى من كده للأسف يعني لعبة الناد الاهلي خزالتنا الشوت الاول مفيش تواجد تماما في الشوت الاول لعيب وسط الملعب غايبين تماما حمد فاتحي ديانج السولية افشل محتاجين منه اكتر من كده غايب تماما عن المبراه احمد عبدالقادر كل المهارات عملها مهارات فردية ما بوظفاش لصالح الفريق لازم شفنا الخطأ الاول من الشناوي الخطأ التاني ياسر ابراهيم يحتبر اخطاء فردية يعني ما ينفعش نقول مدرب فيها الحلول ليه الشوت تاني الحلول لازم المدرب يتدخل اول حاجة لعلاج الخط الخلفي ايمن اشرف عنده انذار ايمن اشرف تدخلاته فيها تهور شوية الافضل خروج ايمن اشرف ياسر ابراهيم من ناحية الشمال محمد عبد المنع من ناحية اليمين ده على المستوى الدفاعي والنادي الزمالك هيلعب على السرعات اكتر فانت يبقى عندك حد فيه الدفاع اقوى واسرع وايمن اشرف عنده انذار الحاجة التانية طريقة اللعب اللي احنا كبات نقالوها من اربعة تلاتة تلاتة لاربعة اتنين تلاتة واحد علشان يبقى انا اكتر رجمانا عايز ادور على الهدف الاول خاصة ما يخلش فيها الهدف الثالث ده لقي صعب الامر جدا نتمنى تغيير الشوت التاني ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله روح لفاصل ونرجع حالكم مرة اخرى بعد نهاية احداث المباراة انتظرو